بسم الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كدرين البنات لبس عليكم كنت مننا من الله سبحانه وتعالى كيف العادة تلقاكم هادلا فيديو في أحسن طروف وكامل صحة والعافية انتم ومعز عليكم أولا قبل ما نبدأ الفيديو كنشكركم بزفعة للدعم ديالكم تعالق ديالكم للايك ديالكم وخل العائلة بقى صغيرة ولكن أنا حمد الله وشكرا وفرحانة بكم وفخورة بكم واللي أول مرة كيزور القناة ما تنساش الانضمام العائلة باش نكبروها ان شاء الله بإذن الله وباش تحفزوني باش نزيد نحط لكم المفيد والجديد بإذن الله بطبيعة الحال بتضغط على زر سابوني أو للاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وإلى عجبكم بطبيعة الحال المحتوى ديال القناة وإلى عجبتكم لفيديو وشهد وحتى النهاية ورقيت ورقكم ستفتوا ولو شوية ما تنسونيش من اللي لايك ديالكم فاللي لايك صراحة كي نفعوه وكل شيء دعم ديركم كامل بالكامل كي صراحة كيفيدني شكرا لكم بزف بزف اليوم ان شاء الله فيديو جديد في القناة كيف ما قلت قد نشارك معكم طريقتي باش ندير اللحم بالصفرجل ولكن سنندير معاه بطاطة حلوة كتوتى معاه بشكل رهيب كتجزوينة يعني هذا لأنني ما تنبغيش أنا الصفرجل صراحة وكنبغيش حاجة اللي تجي مع الصفرجل ولكم عارفين البطاطة هيل تجي معاه وانا اختاريت البطاطة حلوة هي اللي تتعجبني صراحة مع الصفرجل وانا ما تنبغيش دك شيء لي مع السل بكل صراحة فانا غتلقوني دير هاتش قليل لانني غير انا وراجلي ولداتي ولداتي غالبا ما تيأكلوش لي هاتش بسف وما تنبغيش حتى العشية ده براه يعني الدن العاصر تنوجد على حسب راجلي تيخدم منهار كله ما تيجي تلعشية وانا ما نقدرش ندير بحل هات الاطباق ونأكلها بوحديتي ولدي ماتي تعاونوش معايا في الماكلة فكنخلي حتى العشية كنديرها وكنحاول نوجدها بكري باش كيفي جيراج لي يتعشها ويرتاح كيبقى واحد الفترة وكيأكل ديسير وكيبقى واحد الفترة باش هكا ما يدرش للمعدة ديالو وكلنا هكا ضرور يخصنا تعشوه بكري ويبقى لنا هكا واحد الفترة نبقى وقالسين فيها كمجمعين حتى كتوصل لواحد الوقت كنأخذو فيها ديسير هكا نحافظه للمعدة ديالنا والهضم تيكون يعني طبيعي بالنسبة للغذاء أنا البنات غتسولين على الغذاء كندير باني كندير بحلدة بتغذينا غير بصلة شحرتها مع البيض والفرماج والديسير بطبيعة الحال يعني هاتش باش ديبانيت أنا ولداتي غالبا هاتش اللي كندير بيتزا مارغاريتا هاتش اللي كندير غالبا مهم بالنسبة للعشا هو اللي تندير فيها يعني التغلاق لأن راجلي تيكون نهار كله واخد دام مهم بالنسبة للعشا هو اللي كندير إذن بلا ما نطول عليكم بالهضراء كيفما كنت شوفوا عندي هنا كيفما كنت لكم جروس فرجلات لأنا حكيتهم مزيان بالحلفة هما وبطاطا حكيتهم مزيان كيفما قلت ونخليهم على جانب نعطيكم بعد مقادير أخرى أنا قدرت هنا للحم الحمراني جبتهم كنجلي مهم اللحم هذا وما الطريفات اللي غادي ندير وبنسبة للحم ذاك شي المعسل يعني الزبيب برقوق المشماش نفس الطريقة نعتمدها أنا في قاعد الأطباق هذي مهم كنا نأخذ البصلة هنا أنا البصلة ما كترت شكي في العادة يعني خليت نحن كنبغوا الدغميرة صراحة ما ش توحت في المغرب ما كيس خب ديك الدغميرة راه كندول ناكله كندول في المناسبة كندربو كندربو على ديك الدغميرة هي كل شي مهم درت هنا جوج بصلات متوسطين يعني غادي هكي يعني تقريبا نقوله كبار كشلتهم هكا عندي هنا تقريبا نربعة ديك الدغمية متوسطين ديك الدغم حكيتهم هنا عندي تقريبا نجوج معنق كبار عامرين ديك الدغمية بالنسبة للكيميا اللي أنا دايرة رأي قلت لكم بأن الكيميا قليلة بالنسبة لعطرية كيف ما كتشوفوا معي هنا عندي عبرت بهذا المعلقة هذي بهذا المعلقة هنا عندي نصف معلقة ديك الدغمية القزبر يابس مدقوق لأني دايرة القزبر مزيان يعني في الطابعي هكا طري فهدرت غير نصف معلقة هنا عندي معلقة معامراش ديك الخرقوم البلدي اللي أنا لك ترناه تيعطي واحد لوغو شوية مجهد فهدرت غير معلقة معامراش هنا عندي معلقة ديك السكينجبير هنا عندي نصف معلقة ديك اللي بزار دائما في ذك شي اللي يكون فيه المعسل يعني الحملة يكون فيه المعسل كنرافقوه مع ذك البرقوق المشماش صفرجل زبيب مثلا كتروش اللي بزار لأنه ماكي تويتاش ذاك الحار مع ذاك المعسل ماكي تويتاش فهدرت غير نصف معلقة صغيرة وهنا عندي ضامة ديل زعفران اللي هكا حليتها بتشكل تقدرو تديرو زعفران شعره أفضل طبيعة الحال أنا ما متواجدش عندي درت هنا روي هكا عويد صغير ديال القرفة غي باش يعني تجيني ذاك المريقة في النكهة ديال الحلاوة صافي هده هده هم المقادير اللي عندي وزياداتا على واحد الحاجة اللي هي مهين ما البنات أنا متا ناخدش المروزية من دقوقة من عند العطار كان ناخد قعقلة وبسيبيسة كما كتشوفون أنا ديرهم دي مات القريعة هده محافظة عليهم كان نغسلهم وكنخليهم ديال الزاج في عويد ما نشري وحدين جداد يعني هده وكنستغلهم وكن ما كنلوحوهمش كان نعودو نستخدموهم من بيك عندي هنا قعقلة وبسيبيسة هم اللي كنجيب وما كنطحنهمش وما كنجيبهمش مطحونين وخلاص راكم عارفيني عارفيني ديجا بارتاجيت معاكم بلدية سمن 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 مو يمرني جمع قريعات سمن سمن منوحه شوية وخلاص زيت الزيتون المثاند الرسمي الطياب عندنا بصفة عامة المهم سنصب ان شاء الله للحيمة ديالي سنضيف هده التوابل سنخلي غير عويد القرفة لدينا بحثاً للبعد سنضيف توابل سنضيف وانضيف البصلة اتلاك شوية حمي يبقى مهمة ونضيف البصلة نضيف البصلة ونضيف تلك البصلة ونضيف البصلة موسيقى مطحنت نضيف تقريباً واحد مستمع القام نضيف تقريباً سمن نضيف تقريباً سمن نضيف تقريباً مستمع القام لأنه يخطاني يجب أن تكون مستمع القامل نضيف تقريباً سمن سوف نضيف الملحة نضيف تاكين ملحة سوف نضيف الملح سوف نضيف المرزية الحم بالبرقوق والأعراس خطيرة لا تضيف المرزية أو العسل فهو من الأسل نضيف المرزية سوف نضيف المرزية نضيف المرزية النضيف المرزية تضيف معلقة عمرة تشعلي بالكيمياء رائع نقص فرجل نقص فرجل تضيف معلقة صفرجل تشاهده بحلقة مهمة البنات كيف ما كنت شوفوا رأني مرقت نقصه العافية مزيان لان العافية اللي ستكون نقصه هي لطيب الحمراء ماشي العافية المجهده نقص البوطة ونخليه طبع لا خاطره مدم انني نصبها بكريه وباقي الحال خليه طبع لا خاطره حتى يدخلو الطيب يعني تبقى له غير واحد واحد العشرة دقائق وخمستاشر دقيقة باش يكمل الطيب يعني في مرة دي لهاز المريقة بعد غدي نضيف الطحلوة كما كتعرفو هي طيب ما غديش نضيفها دابا نصد عليه الكوكوت ديالي ونخليه طيب ما خلاص راني دير المال هي اغلاء راني نضيفه سفرجل دابا راني نقيت سفرجل كملته سافي ونخليه حتى ان شاء الله نبغين نضيف البطاطة حلوه ان شاء الله ونبغين نعسل السفرجل وننجع ليكم مهمة البنات من بعد دماء كيفما كتشوفو هنا يرى السفرجل عندي راه طاب كيفما كتشوفو مهمة راه قلبتو راه طايب منتوما على فكرة البنات راكي اللي كيحيدلو القشرة كيلي كيحيدلو هاد القشرة انا ما تنحيلها كتعجبني صراحة تبقى في سفرجل هكي كيكي مندروزوين مهمة وانتوما احرار راكي اللي كي نقيها من الول كتبقى الغبرة ما بدأت من اجل ان نضيف القشرة حلونا انا راح عواد وغبرة بجوج انا غادي امامه الغبرة كان مجهده الغبرة سوف نضيف دابة سكر فاخذة السكر أضف السكر لكما ندره الفкраس سوف نخلق السكر ثم أضيف السكر لا أطلق السكر لا يبقى الناس كما أنظر السكر لا أضيف السكر ما أضيف المفرقة بيبقى حامض بيضافة سكر سوف أضيف السكر فلحت كمية تحضير السكر فلحت كمية القوة ويضيف الهدف وتسحل véhicينة ويبقى ليس ان تكون موضوع والمهم هذا يضيف ساندة ويضيف ساندة حمراء يضيف سفرجة تحليتك فرجة تحصل طريقتي ونضم الملح ونضم المه ونضم الملح يدوب ونضم الملح ونضم الملح هذه هي المرايقة قدرت بطاطة لا تريد طياب كثيرا نضيف ملح من السوسة نضيف ملح نضيف ملح ينقض الملح ل hacer المدينة طيبة لا يaramита كلها بزفة من الملح سوف نستعليها ونرجع لكم بشكل نهائي إن شاء الله بإذن الله لدينا هذه المريقة وبعد ما اضطيتها وكيفما كتشوفوا راكت جي مريقة بنينة ولديدة وكتجي عاقدة كتجي خاطرة بحل دي المناسبات وخاءنا درت فيها بتاطا حلوة مين بنسبال صفرج اللي را تعسل اللي بغيتوا الدروا القرفارة كي غيروا لهاللون ما تيخليش صفرجل هاللون يعني تيجيلونه يعني غامق شوية وإلا بغيتوا احتى الدروا دروا عليه اللوز مهرماش كوكا و مهرماش يعني كيبقى خسير ديالكم أنا كتفيت به غير حال هكدا رافقتوا بشلادة صلاتة مغربية عادية جدا ضروري أن اللحوم سنرافقوا معهم لسالات بحلقة باش كنهرسوا ذلك الدهون ديال الحام وشي حاجة اللي صحية بحل هكا ما يمنفقوا سراكم عارفينو الخيار ما تيشى الخص وشوية ديال البصلة يعني غير شوية ما بيناش المهم هذا هو العشاء ديالنا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يعجبكم وتستفدوا من نوة لو شوية إذن دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة